السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي نتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال وفصحة جيدة بالنسبة الوصفة اللي غد نقترحها لكم اليوم اللي هي ميني بيزا كتجي زوينة بزاف وإن شاء الله غد نقدمها لكم بطريقة مختلفة بنسبة الحشوة كتجي بنينة بزاف وكذلك بالنسبة العجين طريقة ممتازة فخليكم معايا إن شاء الله حتى الأخير الفيديو سنتعرفوا على المقادير وعلى الطريقة للتحضير سبق وحضرت معاكم بيزا كبيرة بطريقة ديال العجين مختلفة لكن هذه الطريقة إن شاء الله غدي تعجبكم طريقة جديدة وكذلك كتجي لبات زوينة بزاف فبالنسبة للمقادير عندي زلفة كبيرة ديال الفورس وكذلك نصف كأس مكاملش ديال زيت زيتون نصف كأس ديال الفينو المدى في باشا نجمع العجين واحد المعلقة صغيرة ديال السكر سنيدة كذلك نصف ملعقة صغيرة ديال الزعتر وعندي الملح حسب الضوق والخميرة الفورية بالنسبة للزبدة اخذ واحد المعلقة من النوع الجيد فانا كنستعمل هذه اللبات الصغيرة ديال اوغبلون القيص فيها ديال المعلقة وقد ندزل طريقة ديال العجين غادي ناخد واحد الإناء ونوضعه فيه الدقيق الفورس وكذلك الفينو وغادي نضيفه الخميرة الفورية حسب الجو انا اخذت هنا واحد المعلقة صغيرة وكذلك الزعتر نصف ملعقة صغيرة الزبدة والزبدة كذلك عندها واحد طور زوين كتخلي لنا العجين رطبة وهشة فضروري ما تستعملوا واحد الملعقة ديال الزبدة فانا ديما في العجين ديال البيتزا الى ما درش الزبدة فرخص ندير الفورماج يعني ضروري تستعملوا فورماج او لا الزبدة حسب الرغبة اللي بغيتو غادي ندخلو الزبدة فى الدقيق نخلطو الكل مزيان فبنسبة الطريقة ديال هاد العجين نجربوها ان شاء الله غادي تنال اعجابكم فكتجي للابات ديال بيتزا رقيقة وفنفس الوقت كتجي هشة وزوينة بزاف ان شاء الله جربوها غادي تنال اعجابكم وحتى الطريقة فهي طريقة سهلة فقط تبعوا معي المراحل بالنسبة الماء فغادي نصب آآ شوية بشوية حتى تجمع لي العجينة فغادي نحاولو نردو البال باش مانا نخفوش العجينة وعيني يكمس انكم بالنسبة الماء بالنسبة البيتزا فهي بالنسبة العجين ديالها عندها عدة طرق لكن من بينها والطريقة اللي هي معتمدة عندي ودي ما كنديرها كتجي زوينة بزاف كتجي بحال البيتزا اللي كتناكله في الزمقاف كتجي زوينة من بينهم هالطريقة هذي اللي كنحضر معكم في هاد الفيديو وكذلك الطريقة السابقة اللي حضرت معاكم في البيتزا العائلية بحجم عائلي اللي حضرت معاكم كبيرة حتى هذي كذلك لابات ديالها كتجي زوينة فانا هجوج طرق عندي معتمدين ما كنت خلاش عليهم كنحضرها بها الطريقة هذي او الا بطريقة الاخرى مجوج بهم طرق سهلين وكذلك نجحين 100% وهنا بعد مجمعة العجين والسرط لابات ديالياليوم هي هذي الطريقة هذي يعني كنخليو زيت الزيتون حتى الاخير حتى كتجمع لنا العجين وكنوضعوا سكر ساندة و الملح وكذلك كنضيفوه الزيت ناسوكاء الصغير لزيت الزيتون وكنحاولو ندخلو الزيت في العجين بهذا الطريقة هذي كيف ما كتشوفو و خدسعب عليكم الطريقة في الاول لكن من اللي كندلكوها مزيان بهذا الطريقة فكتشرب العجين العجين كتشرب ذيك الزيت وكذلك كتولي خفيفة وكتولي هشة بزاف فانتو ما غديتلاحظوا الفرق من اللي تلمسوها بيديكم فهذا الطريقة هذي رائعة وكتعطي كذلك نتيجة زوينة بزاف كتجي لابات ديال البيتزا متمييزة فما غديش نشكرها عليكم بزاف لكن فجاة جربوها كيف العادة غديتخليوا لي ارأكم فهذا الطريقة زوينة بزاف وكذلك سهلة في التحضير فقط كين الاختلاف في الزيت فكنخليو حتى الاخير فكيف ما كتشوفوه شوية بشوية كنحس بها كتشرب الزيت وكذلك كتساعدني في الخدمة كتساعدني في الدلك يعني كتولي مرخوفة بنيتديكم فمن قبل جمعنا العجين فقط يعني كتجمعوا المكونات كذلك نجمعوا العجين بالماء ومن اللي كتتماسك لنا العجينة فهذه هي المرحلة في نكندلكوها مزيان فكيف ما شفتوه العجين تشربت الزيت وهنا غدي نتلكها مزيان كتحسو بيها ولات خفيفة العجينة وكذلك رطبة بزاف وخفيفة يعني كتساعدكم في الدلك وما كان بدلوش واحد المجهود يعني كتدلكوها وانتم مرتاحين عجين مرخوف بزاف فقط اعطوه شوية الدلك واخدموه مزيان باش من اللي كنخلي وهي يرتاح كيكون مخدوم مزيان فكيف ما كتشوفون بعد ما ادلكتها مزيان العجين ارتب بزاف كذلك عجينة اسفنجية فانا غدي نغطيها بواحد البلاستيك ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها وغدي نتوزه باش نوجده الحشوة ونتعرفه كذلك على المقادر فبالنسبة للسوستومات طريقة التحضير ديالها خديد جوج حبة متوسطين ديال طماطم وكذلك ملعقة كبيرة مركز طماطم وواحد نصف كأس ديال الماء جوج ملاعق ديال زيت الزيتون وبالنسبة للتوابل سكينجبير وبزار الملح والتحمارة وكذلك الزعتر باش نسمت وعندي كذلك نصف ملعقة الزعتر كذلك عندي الفينو والفورمج احمر محكوك وكذلك الموت زاريلا وعندي الزيتون لقطع تورقيق والفلفل قطعتهم توم مرقاق بالنسبة للصدر ديال الجاج فقطع تورقيق وشحرتهم مع بصيلة مع القليل من الإبزار والملح وكذلك الزيت وشحرتهم فما بغيتش نطول عليكم الفيديو أكثر فانا قطعت كل شيء وكذلك شحرت الدجاج مع البصل وشرحت لكم قدرت في كل مرحلة وكذلك وكذلك نقسم العجين 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 ثم نقسم العجين ثم نقسم العجين نقسم العجين من الحجم فكتنا بواطا من الأبد بطاق نستمر بطريقة هذه حتى نطبعهم كاملين وضعهم في الطبصل للفرن نضع العجين وضعهم في طبصل وضعهم بطلص خدمو الكيمياء كاملة اللي عندكم باش كيسهل عليكم. فكين اللي كي طيب لبات ديال البيتزا نص يعني واحد نص طيب بعد كي عمرها لكن فانا كنقترح عليكم هالطريقة فهي افضل بكثير يعني البيتزا رخصها تعمر هاد ندخلوها الفرن كتجي متميزة بزاف وكيجي وكتجي هشيشة ومدقها زوين كتطيب في نفس الوقت عدنا الحوشوة طيبة لكن كتزيد طيب مع لبات وكتجي زوينة بزاف وهنا مبعد لسوستومات فانا كنوضع الفورماج احمر يعني وضع الفورماج مباشرة فوق لصوص كيجيزوين من بعد كذلك وضعت الدجاج اللي شحرته مع بصيلة وكذلك الفلفل كنقتعوا بها الطريقة كنقتعوا رقيق بزاف كيجيني عكا احسن وكنوضع القليل من الزعتر النسمة ديالو كيف مكتعرفو كيجي هائلا في البيتزا ومن بعد اخر خطوة غد نوضع الموزاريلا والفورماج كذلك فكيف مكتعرفو البيتزا هي الحشوة كل ما عمرناها مزيان وتهلينا فيها فكتجيزوينة بزاف وكان هذا وشكلها النهائي بعد ما خرجتها من الفرن كيف مكتشوفون اتمنى تكون نالت اعجابكم فكتجيزوينة بزاف فإلا أعجبكم الفيديو وما تنسونيش بتشجيعاتكم وكذلك ببرتجيوها مع أصدقائكم وحبابكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله